اكيد لما دخلتي على الفيديو ده يبقى انت عايزة تعملي فول بنتيجة هيلة حتى لو اول مرة تعمليه اكيد عايزة يطلع منك زي الزبدة كده ولونه محمر من غير الوان صناعية وكمان زي ما متعودين في القناة هقولك على بدايل كتير في طريقة التحضير علشان ما فيش حاجة توقفك تعالوا ندمش شوية فول حلوين كده وانكيسهم نحطهم في الفليزر واسحابي منه بقى كده يوم بيوم وعايز اقولك ان حاجة من ايدك تبقى احلى من اي حاجة تانية من بره تسلم ايدك وعنيكي من قبل ما تعملي الوصفة لايك وشير لبسمة فوزي ونوريني باشتراكك في القناة ويلا نشوف الفول بتاعنا معايا كيلو ونص من الفول من ايام كويس جدا من اي زلطايا يعني فولايا مش مستحبة اشري كده على الفودي من ايام كويس وغسلية مرة واثنين وثلاثة وهبتدي انقعه في بولة كبيرة وهغطيه خالص بالمية طبعا بعتذر عن المقطع ده لاني الكاميرا كانت وقفة وكنت انفكرها شغالة. المهم بعد اربع ساعات من النقع الداني النتيجة دي لو انت عايز حجم الفول يتضاعف عن كده سيبيه مسلا بين بالليل واعمليه الصبح. لو انت مستعجل عليه هقولك برضو على حاجة تانية تقدري تخسليه كويس وتنقعيه ساعة واحدة فمية. تبتدي اضيفه بقى في الحلة نفس الحلة اللي انا كنت طبعا انا شطفته يعني مرة واثنين بعد النقعة. وهبتدي بقى اضيف عليه الاضافات بتاعتنا. عندي دي كباية من العدس. بديل كباية العدس تقدري تحطي عارفيني الفول المتشوش اللي هو في الفول البصورة ده تقدري تضيفي الكباية دي. ولا عايزة عدس ولا عايزة فول متشوش تقدري تضيفي آآ يعني جزرية كده او اتنين ابشوريهم برضو على حسب الكمية اللي عندك. وفي ناس كمان يعني ما بتضيفش ده او ده بس احنا عشان نطلع لون حلو كده وطبيعي. معلقة البابريكا دي بدل النون الاحمر بتاع الفول. وكمان تقدري تستبدليها لو مش متوفرة عندك بمعلاقة معجون من الصلصة. ما عندي كيش معلقات معجون من الصلصة. حطي طمط مية قطعيها اربع شرائح كده. وحطيها في الحلة بتاعتك ومش هننسى اللمونة. عشان كده تزبط لي الطعم. وتزبط لي الغازات اللي فيه. هنضيف بقى المية وهنبتدي هغطيه طبعا زي ما حضراتكم شايفين حاولي ان انت تعملي في حلة كبيرة عندك اللي هي الدمسة بتاع الفول اشتغلي فيها زي ما انت عايزة. هقلب كل المكونات دي وهرفعها على النورة عالية. وبعد كده اول ما يغلي معايا هبتدي هدي عليه النورة. هنغطي كده ونسيبه براحته. ومع اول غلوة كده ابتدى يغليها هنحاول ان احنا نكشف الغطى شوية علشان طبعا البوكوليات احنا عارفين فهتفور وتبهدلنا البتجاز. واحف وزن على سلامتنا يعني فاي نعمل احتياطاتنا. بس هخليه كده. وبرضو انا لسه لغاية دلوقتي معايا النور عليه. انا بس لما هدي النور لما احس ان هو ممكن يتقب مني. طبعا غلوة واثنين وتلاتة وهقول لكم برضو على المعاد اللي اخده قوي او الوقت اللي اخده. معادي. المهم الوقت اللي اخده. هنا طبعا انا لما المية نقصت وهو لسه ني بتديت ان انا زوده مية مغلية. اوعي اوعي. احتي كده مليون خط تحتها. انت تجيبي مية من الحنفية او مية من ازازة وتروح جاي حطوها كده. مش هيستوي معاك وهيجلد اكتر. هنا بقى عندي لما خلاص حسيت ان هو استوي معايا وزودت له المية والدنيا تمام. عندي معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من معجون السلسة الجاهزة. تقدري تستبدليها بمعلقة من الدقيق وتقدري تستبدليها السلسة بمعلقة من البابريكا. بس الميكس ده مع بعض كده بيبقى بيدي نتيجة هيلة. هقلبهم كده وادوب النشا كويس جدا عشان ميعمليش بس تكتلات. وهبتدي اخدهم بقى اضيفهم على الفول بتاعي. طبعا في الوقت ده انا الفول استوى. يعني انا بس هغلي غلوتين لمجرد بس ان النشا يمسك في الفول. علشان المية دي تمسك في بعض وتتقل ما تبقاش خفيفة كده. وكل ما هيبرد معاكي كل ما هيديكي سمك اتقل وادخل من المية السيلة دي. طبعا انا هسبته يعني يغليني غلوتين زي ما قلتلكم مش اكتر من كده وبعد كده هتف النور وسبته يبرد تماما علشان بس اعرف امسكه واشوفه كده استوى ولا لا. بصوا ما شاء الله طبعا هي المية نقصت تاني بس طبعا خلاص طالما استوى انا مش هزود مية تاني. فيعني هو مش ان انا زود مية عمال على بطول. بصوا ما شاء الله لونه فاتح ازاي? ما سودش مني مغمقش ولا كل الكلام ده لونه محمر كده لون طبيعي للفول. وفي الوقت ده كمان كانت راحته حلوة قوي. بصوا يعني ما شاء الله الواحدة متماسكة انتو شايفين الفولة مش مهرية واحدة بواحدتها لكن زبدة زبدة كده والله يعني حتى الاشرة بتاعته بالدوبدوب. بصوا. بص الفولة متماسكة ازاي? اول ما هدوس عليها يعني تحس ان هي كده ايه? حاجة كده طرية جدا تحت صوابك. ما شاء الله. حتى الاشرة بتقطع معاها بكل سهولة. هقول لك بقى الوقت اللي قد ايه اخده بالزبط وبامانة اخد اربع ساعات. اربع ساعات على نار عالية. انا بس هديت النار لما بس كان هييفور او يتقب مني. مش اكتر من كده وبعد كده برجع علي النور تاني. لو الليلتي بقى درجة اللي هي النار تبقى عالية او ممكن ياخد معاك ازد من اربع ساعات. طبعا انا ضيفته في كياس كده على قد يعني احتياجي انا. فطبعا انت تقدري بقى تحطيه في كياس بقى تلاجة على قد احتياجي كنتي الكمية قد ايه? فانا من نسبة للكمية دي كويسة قوي بصوا ما شاء الله حلوة قوي. آآ برضو حطينا كده شوية سوايل كل ما بيبرد بصوا المية السايلة اللي انا واريتها لكم في الحلة. بصوا تماسكت ازاي? هقولوك دلوقتي عمل معي قد ايه? بصوا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة آآ اتناشر اربعتاشر خمستاشر وفي اتنين اتنين بمقاس ده مرتين. يعني اعتبر عملوا معي عشرين واحد بس في اتنين كنت مكبرت كياس شوية آآ يعني مش في وسطهم. المهم بقى هجيب كده نغرب بقى طبق ونشوفوا بصوا الجمال والحمارة كده ولونوا عارفين اللي هو حمارة وحلاوة? هو كده والله يا ولا لون كل حاجة قدامكو كل حاجة قدام الكاميرا. محطيتش اي حاجة زيادة والله ورا الكاميرا. بسم الله ما شاء الله هطعامه بقى كده بشوية ملح وشوية كمون ونحط شوية زيت بس انا نسيت اللمون. من حلوته ومن جماله ومن ريحته الحلوة نسيت خلص ان هو بتحط عليه لمون. لو عندك بقى شوية تحينة يا سلام حاجة كده اللهم مبارك. هبتدي بقى كده ايه? هقلب كل دوت. هورهو لكم بس كده ما شاء الله الواحدة بوحدتها. وبعد كده هبتدي هقلب كل دوت وههرسه. بسه ما شاء الله لونه حلو ازاي? ما شاء الله يعني كليني كليني. يعني انا اكلت منه بدوته بس حسنا انا عايز اكله تاني لما شفته دلوقتي وانا بهمنتج لكم الفيديو. عطيت شوية تشطة لقيت بقى ايه? لأ عايز ايه? تستي كده شوية شوية تشطة. فنولع الدنيا مش اشكال. ما شاء الله. بتمنى بقى ان نيتج جربي بنفس الطريقة وتحطيلي لايك بقى وشيل لوصفة فكرة ونوريني باشتراكك في القناة. ما تنسيش تكيفيلي كومنت حال.